موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من ريمونتادا النهاردة فريق فيوتشر اتعادل مع الكارة التجولي بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى لمجموعة الثالثة ببطوضة الكنفدرالي الأفريقية ونجاح محمد فاروق في تسجيل هدف التعادل لصالح فيوتشر في الديئة 80 وبالتعادل ده حصل فيوتشر على أول نقطة ليه في سباق دول المجموعات وتعادل بيراميز مع جيش الملكي بنتيجة 2-2 في نفس المجموعة وفي الدوري ممتاز في السراميكا كيوباترا على ضيف المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0 سجل أحمد ريان هدفين للصالح سيراميكا وأحرص زياد كمال في مرمى المصري بالخطأ وبعد المصر قرر الجهاز الفني لمصري بقية حسام حسن خصم ربع قيمة عقود لعبة الفريق ونروح لأخبار النيزي الأهلي الجهاز الفني بقية السويسري مارسال كولر ادى لعبته الراحة لمدة يومين بعد بطولة كاس العالم للأندية ويستأنف الأهلي تدريباته يوم الأربع اللي جاي على ملعب التتش استعدان لمطش الهلال السوداني اللي هتلاعب يوم السبت اللي جاي في الدوري أبطال إفريقيا الأهلي هيسافر لسودان يوم الخميس اللي جاي عشان مطش الهلال اللي هتلاعب السبت وقرر الجهاز الفني للأهلي العودة من السودان لأسوان مباشرة ويلعب الأهلي مطش ضد أسوان يوم 21 فبراير الحالي بالدوري أعلن جهاز الفني للأهلي غياب لعبه خالد عبد الفتاح بشكل رسمي عن مصر الهلال بسبب الطرد في مصر فلمانجو البرازيلي في مونزيال الأندية وأكد الدكتور أحمد أبو عبلا طبيب الأهلي أن عمرو السلية لعب الوسط هيخضع للفحص الطبي عشي يتحدد موقفه من مصر الهي بعد الأساطة تعالوا نشوف تقرير عن أراء الجماهير في نتائج الأهلي في مونزيال الأندية واحتلل المركز الرابع ونرجع عليكم مرة تانية هل أخذ تقييمك لأداء الأهلي في المونزيال بشكل عام شفتوا إزاي؟ بصراحة أنا شايف أن الأهلي محتاج لعبة أفضل من كده بصراحة أداء الأهلي كان كويس بس مش ده اللي إحنا سنا منه أول ماتشين كانوا كويسين كسبناهم الماتشي التالي الماتشي ريال دعنا أخطأ كتير كأول ماتشين الأداء كان حلو يعني إحنا أول ماتش إحنا كسبنا ثلاثة كسبنا ثلاثة سفر وكان أداء حلو لكن الماتشي التالي برضو إحنا لعبنا شوت تالي حلو لكن الشوت الأول إحنا ما جناش الأهلي كان لعب كويس بس جا عندي ماتشي الريال فأول شوت كان لعب تمام هو لو استمر على الشوت الأول كان ممكن كنا فوزنا هو كل جمهور الأهلي ما كانش متوقع بس كفاء اللي إحنا لعبنا قدام الريال كده هو كان الأهلي كويس وكان بيده أنه يكسب بس هو مشكلته المشعف يخلص يعني في المعاجمين شوية كان ضعيف أو أنه كان بيده أنه يخلص الماتش بس معرفش يفهم وكان بيده عنده فرص كتير أنه يكسب برضو معرفش أو كان يشد حلو شوية بعد كرة يقلق فهم أو يخاف متفهمش ليه ومن الأهلي للزمالك والبرتغالي فريرا المدير الفني للفري الأبيض أعلن قائمته لمطش اسموحة اللي هيتلاعب بوكا لتنين في الدوري قائمة الزمالك شهد غياب أحمد فتوح وعمر جابر ومصطفى الزناري بسبب الإصابة وعد للزمالك التونسي حمزة المسلوسي والبنيني سامسون بعد مغاب الصناعية عن مطش شباب لوزداد بدوري أبطال إفريقيا وأعلن أحمد سامي المدير الفني الفريق سموحة قائمته لمطش الزمالك واللي شهدت تواجد قوة ضربة للفريق وتواجد حسام حسن مهاجم سموحة على رأس القائمة بجنب مصطفى سعد وزيد طارق وحسين فيصل وبيستمر غياب النيجيري صديق أجولا بسبب الإصابة ننروح نشوف تقرير عن توقعات الجامعة هي اللي مطش الزمالك وسموحة في الدوري ونرجع مرة تانية عايزة أخد توقعاتك كده المرات الزمالك وسموحة شريفة زي وتوقعاتك إن شاء الله الزمالك بإذن الله يقوم من قبوته وإن شاء الله يعمل مطش كويس وأداء كويس إن شاء الله إحنا في موضع صعب وما ينفعش ناري كبير زي الزمالك يبقى في الوضع ده ونتمنى الجامعة تساندين للعيبة وتساند الإدارة والمطش طبعا هيبقى صعب نادي سموحة نادي كوي وند جامد للزمالك بس الزمالك بتاريخه طبعا أعلى وأتمنى الفوز لزي نادي الزمالك إن شاء الله وتوقع أن السموحة ممكن تكسب وحتف توقع المطش صعب على الفرقين خصوصا الضغط الجامعيري للزمالك عشان الخسارات قبل كده والأخطاء بتاعت مجلس الإدارة أنهم هم يمشوا في ليرة ورجعوا في ليرة وكده أتوقع أن الزمالك يماتوا صعب وهيخسر والله المباركة تبقى صعبة على فرقين الزمالك جدا الفترة الأخيرة ومساهم مش أحسن حاجة خالص نور الحق عندهم شكل كتير فمبارك شكل هام هتبقى صعبة على الزمالك الزمالك طبعا بنتمنى أن هم يعني يحققوا نتائج كويسة ويعني يمكن التعديلات الأخيرة والله أنا متعاطف شوية يعني شهدتي مش قادر أحرك نحي تسموحها النادي الإسماعيلي أعلن النهاردة تأجديد عقد اللاعب عبد الرحمن مجدي لغاية صيف 2027 وحضر عبد الرحمن مجدي لمقر النادي الإسماعيلي واجتماع مع إبراهيم نصر المدير التعقدات وقع على عقود الجديدة واعتذر عبد الرحمن مجدي لجماهين الإسماعيلي وأكد أنه تحت أمر النادي في الفترة اللي جاية اجتماع النهاردة مجلس إدارة الاتحاد الكورة برئاسة جمال علام وأعلن مجموعة من قرارات أهمها تعيين السيد سوركيت لتدريب حرقص مرمى المنتخب الأنبي بعد رحيل عصام الحضري واعتمد مجلس الاتحاد الكورة التشكيل الجديد لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزة خميس وافق المجلس على عودة الرخص التدريبية مرة تانية بداية من شهر مارس الجاي وبكده تكون انتهت أخبارنا النهاردة ولسا مكملين بعض الفاصل مع كابتن ميدو أهلا بحضراتكم في المنتجة ماتشاط مهمة جداً مبارح للزمالك والأهلي وماتشاط مهمة جداً في الدوري النهاردة ولكن هبدأ بالزمالك الزمالك عنده ماتش بكرة مع سموحة في وقت يعتبر وقت عصيب جداً على النادي وعلى الفريق زي ما حضراتكم تابعته يعني ماتش شباب بلوزداد ماتش سيء بكل المقاييس بالنسبة للنادي الزمالك أداءاً ونتيجة وروح وكل حاجة وجمهور الزمالك كان عنده أمل كبير جداً إن مشوار أفريقيا يكون البداية الحقيقية لعودة الفريق لمصاره الطبيعي جمهور الزمالك كان عايز يفصل عايز يفصل أنه هو خلاص حتى لو فيه مشاكل في الدوري السنادي أو الموسم المحلي المشوار أفريقيا يكون هو الإنقاذ بتاع الفريق وهنا أنا ما بتكلمش عن خسارة مباراة ولكن بتكلم على رد فعل اللعيبة في الملعب حتى بعد ما استقبله الهدف والهدف جيه في وقت مبكر يعني رد الفعل كان سلبي جداً وده اللي مزعل جمهور الزمالك إنه حاسس إن لعبته ما بتحاربش في الملعب وقلت لكم قبل كده إنه جمهور الزمالك حتى لو فيه نتائج سلبية وشايف إن لعبته بتقاتل في الملعب هيقدر إنه هو يستحملهم وهيدعمهم إنما الجمهور مبارح ما شافش الكلام ده الجمهور في مطشة شباب بلوزداد ما شافش لعيبة بتقاتل في الملعب وده سر غضب الجمهور الحقيقي فاكرين من يعني فترة مش من بعيدة كان أو كانت تذكر مباريات الزمالك بتطرح وبعد خمس دقائق اللي كلها خلصت الجمهور السنة اللي فاتت بيروح وراء لعبته وراء فريقه والغاية السنة دي في كل حتة في مصر في كل مكان جمهور الزمالك موجود وراء الفريق دخلوا حضراتكو إنه مطش بكرة مطشة سموحة ويعني جايب لكو صورة من طبعا من شركة تذكرتي التذكر لسه متاحة والمطش بكرة التذكر زي ما حضراتكو شايفين اهو اهو يعني افيلبل اهو اخر واحدة العالمية تلاقي مكتوب افيلبل المتاحة لسه في تذكر متاحة اللهم كلهم المفروض تلات تلاف تذكرة جمهور الزمالك زعلان جمهور الزمالك زعلان وفيه ناس تدت تقول لأ احنا مش هنروح نشجع اللعيبة دي يعني فيه دبيت كده او فيه نقاش ما بين الجمهور على المواقع التواصل الاتماعي إن الناس يعني جمهور الزمالك منقسم ناس بتقول لأ لازم نروح ندعم ونشجع وناس بتقول لا اللعيبة دي ما تستهلش اللعيبة دي بتقتلش في المرعب فعندك او استاذ عبدالله حسين بيقول يا جماعة ده اكتر وقت الزمالك محتاج فيه جمهور ما حدش يسمع كلام الناس بتقول لك ما تروحش خليك مع الزمالك على المرة قبل الحلوة بص بقى استاذ محمد معوض بيقول لك عشر على عشر اروح دلع فيهم وغني انسوا لرب الأبطال وحسسهم ان ما فيش حاجة حصلت بس ما ترجعش تندم لما تطلع موسم صفر انا حبيت ان انا يعني اجيب لكوا اجيب لكوا كده ما تروحش يا عم لازم يشوفوا مدرك فاضي استاذ احمد سعيد باسم بازوكة انت كده بتقول لهم اللي بيعملوا عادي لكن عمرهم ما يحسوا لما يلاقوا الجمهور قالب عليهم محدش يروح اطوى جدعان والله استاذ زياد يوسف يعني نمازج كتيرة لكن انا عايز اقول لكوا رأيي بصراحة كلنا عارفين ان انا ممكن يكون حصل اخطاء الاخطاء الاخطاء دي في وقت من الاوقات ممكن تكون شتتت الفرقة شتتت العيبة سواء باب ايه برحيل فريرة ثم عودته وتولي اسامة نبيه المنصب المدير الفني ثم بعد كده عودته مرة اخرى من مدرب عام كل ده انا يعني كلنا قلناه مرارا وتكرارا وقلنا ان الكلام ده ممكن يأثر على الفرقة وقلنا كل الكلام ده ولكن النهاردة وانا برضو خلي بالكواف عايز ما انا بتكلم انا كنت بقول لكم على حاجة مهمة جدا فين دور اللعيبة لعيبة نادي الزمالك فيهم لعيبة كتير مش حاسين بالخير اللي هم فيه فيه لعيبة كتير جدا في قندية تانية كلها في مصر يتمنوا ان هم يكونوا موجودين مكانكم ما شاء الله نادي طبعا صاحب تاريخ كبير وصاحب جماهيرية كبيرة جدا نادي الزمالك وصاحب تاريخ عظيم عقود ما شاء الله قويسة جدا اللعيبة بتحصل على مستحقتها بانتظام فيه لعيبة كتير او في مصر يتمنوا ان هم يكونوا موجودين في المكان ده فانا احساسي احساسي ان فيه لعيبة كتيرة في الزمالك مش حاسين بقيمة نادي الزمالك ومش حاسين بقيمة فانادي الزمالك فيه لعيبة كتير في نادي الزمالك مش حاسين بقيمة المكان والنعمة اللي هم عايشين فيها يعني ده بالنسبة لي واضح جدا واضح جدا ان فيه لعيبة مش حاسة بقيمة المكان ولازم اللعيبة دي تفوق وتحس بقيمة نادي الزمالك وبقيمة جمهور نادي الزمالك وانا مش مع الجمهور اللي بيقول ما تروحوش الملعب عمره ما كان جمهور الزمالك بيدي دهره لفرقته عمره ما حصلت جمهور الزمالك طول عمره بيوقف ورا فرقته في الوقت الصعب قبل الوقت الحلو روح وشجع فريقك ولو انت شايف ان فيه حد مقصر توصله الرسالة هو ده دور الجمهور انما الجمهور ما يروحش المدرج او ناس تقول لا ما تروحوش المدرج اطعو الفريق لا جمهور الزمالك عمره ما عمل كده الزمالك مر بظروف صعبة على مر تاريخه وعمر ما جمهور الزمالك ادي دهره للفريق ودي دهره للنادي بالعكس جمهور الزمالك طول عمره هو الداعم الاساسي للفريق في الاوقات الصعبة قبل الاوقات الانتصارات عشان كده انا مش مع اي حد من الجمهور بيقول ان لا ما تروحش الملعب اطعو الفريق لا لازم جمهور الزمالك يبقى موجود في الملعب ولازم اللعيبة تحس بيه ووجودك في الملعب ده نوع من الضغط على اللعيبة ان هي تأدي بشكل كويس ده بالنسبة للجمهور اللي انا متأكد ان عمره ما هيتأثر باي حملات لمقاطعة الفريق وبتاع الكلام ده مش موجود ده نمر واحد نمر اتنين بصراحة لو 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 لعبت الزمالك حجزة ساعتين بس كده في السادة القاهرة وبتلعب هتلعب بروح اكتر من كده ايه فيه ايه في الاخر اللعيب هو اللي بيلبس الفنين لو بينزل يلعب ماشي انت انا عايز اعرف فيه حالة مش طبيعية اللعيبة لازم تقاطل اكتر من كده ودي رسالتي اللي عبت الزمالك النهاردة 14 مبارات لعبه في الجولة اللي افتتاحية لبطوط افريقيا ابطال الدولة وكون في درانية الفريد الوحيد اللي اتغلب على ملعبه هو الزمالك الفريد الوحيد اللي اتغلب على ملعبه هو الزمالك خلاص ما فيش حد هيقول لا فريرة ولا قسامة ولا ولا والإدارة لا اللعيبة اللعيبة عليها دور كبير لازم اللعيبة يعني يبقى لها ردة فعل يبقى فيه ردة فعل مش معقولة ابدا تستقبل جن بدري في الشرط التاني وما فيش اي ردة فعل الزمالك في المركز السادس بطل الدوري آخر سنتين في المركز السادس في الدوري يعني احنا قدام موقف واضح جدا ان اه في حاجات ممكن تكون حصلت بره الملعب في وقت من الوقات ممكن اه تأثر عليك لكن ما تاخدهاش بقى كل ده ما ينفعش تمشي معاك بقى كده تمشي معاك بالشكل ده لعيبة عندها كواليتي عندها لعيبة لعيبة كويسة انما يبقى ده يبقى ده روح اللعيبة لا لازم اللعيبة تعرف امت المكان لازم اللعيبة تعرف يعني ايه متنات الزمالك ويحسوا تاني بقولك ويحسوا بالخير والنعمة اللي هم فيها لعيبة كتيرة جدا تانية في مصر كتيرة جدا تتمنى ان هي تبقى موجودة مكانك وانا دايما يعني مش عايز احسد حد لكن النهارده يعني او اتكلم في الفلوس او نقطة الفلوس ولكن النهارده عقود ايمتها كويسة جدا ما شاء الله يعني فالنهارده فين المسئولية اللي على العيب في الملعة ولم حادش يقول لي غستما مشاكل الادارية ومشاكل الادارية دي موجودة وطوله عمر النATA الزمالك كان فيه مشاكل اادارية لكن النهارده اللعيبة عليه مسئولية انا بصراحة مش شايف معظم اللعيبة بيقاتل مش شايفها وانا يعني كنت متوقع ان المطش بتاع شباب بلوسداد ده هيبقى ده التحدي الحقيقي للعيبة ان هم ده بداية عودتنا مرة تانية الراجل خلاص في القيرة موجود ومكمل والامور الراجل ابتدا يسيطر على الامور تانيه ورسيله كانت واضحة قبل المباراة في المؤتمر الصحفي وافتكرت بقى انا ان زي يعني زي جمهور الزمالك كله ان بداية الانطلاقة الحقيقية لموسم الزمالك مباراة شباب بلوسداد اللي بنهنيهم طبعا على المكسب والكابتن نبيل كوكي ده يعني طبعا الراجل محترم جدا ومدرب محترم جدا قدر انه هو يديل المباراة بزكاء كبير لكن اللي ساعد ان صعب جدا ان انت يعني تكون في الموقف ده انا بس عايز اقول حاجة جمعا يعني اللعيب الكبير بيبان امت اللعيب الكبير بيبان امت اللعيب الكبير بيبان في الاوقات الصعبة دلوقتي الزمالك بيمر بفترة صعبة اللعيب الكبير لازم يبان دلوقتي مش يبقى مستخبي لا يبقى انت كده مش لعيب كبير اللعيب الكبير اللي في الوقت الصعب يظهر في الملعب وما فيش اسوأ من الموقف اللي الزمالك فيه فالنهاردة اللعيب الكبير لازم يبقى ليها دور ان هي لازم هي تتحمل المسئولية لا حد ما الجمهورة ينزل يلعب لك ولا المدرب معلش ينزل يلعب لك اقام مدرب بينظمك وبيديك تعليمات عشان يساعدك ان انت تبقى احسن في الملعب لكن اللعيب عليها دور والجمهور طبعا علي دور الجمهور علي دور مش كل حاجة النهاردة انت وانا قلتلكم المشكلة الاساسية اللي بتحصل في الزمالك ان اللعيبة سهل جدا ان هي تلاقي نفسها اعذار اصل فريرة اصل اسامة اصل كابتن اسماعيل اصل فلان لا اللعيبة لازم تتحمل مسئوليتها لازم وانا هنا مش بقصو على اللعيبة بالعكس اللعيبة لما بتلعب كويس احنا اول ناس بنشيد بيهم وبنطلعهم السماء والجمهور بيطلعهم السماء فهو حد من اللعيبة يزعل ان الجمهور بقى قاسي عليك الجمهور حقه عليك كده الجمهور اللي بيدفع من مرتبه ومن قوته عشان ييجي يتفرج على الزمالك ويشجعه حقه عليك ان هو لما يبقى زعلان منك هيوريلك هيقولك ان هو زعلان منك ما انت عايز الجمهور ايه يفضل وانت بتتغلب شايلك فوق دماغه وبيغنيلك دي ما تبقى شكورة ما تبقى شكورة ها هو بصوا الناس زعلان على الزمالك شفت والله فيديو يعني لما شفته كنت عايت والله شفت فيديو الواحد منهار في المصورة الامامية يعني واحد من جمهور الزمالك منهار ده واحد بقى ايه فوسط ملايين لازم اللعيب يا جماعة زي ما بتطالب بحقوقها وبتطالب بعقدها وبتطالب بمستحقتها واحنا اول نازم نقولهم طالبه لكن لازم برضو يعرفوا المسئوليات اللي عليهم ايه لازم يعرفوا المسئوليات اللي عليهم ايه ولازم يحفظوا على نفسهم عشان تاني بقولك انت موجود في مكان في ناس كتير اقوي تتمنى ان هي تبقى مكانك لعيبة كورة ومش لعيبة كورة لعيبة كورة محظوظ انه اول حاجة بيعمل حاجة بيحبها دي نعمة على فكرة انتو عارفين فيه كم مليون بني ادم وكم مليون بني ادم في العالم بيروحوا شغل اللي هم مش حابينه بس بيروح عشان يشتغل عشان الرجل يوفر لنفسه وبيته متطلبات الحياة لكن تخيل بقى ان انت بتعمل حاجة انت بتحبها ما تخدش ان فيه لعيبة كورة ما بيحبش يلعب كورة انا دايما بقول حتى ايه طول عمر لعيبة الكورة طول عمرنا زمان احنا بنلعب كورة بكلنا ببلاش يعني احنا بنلعب كورة مع بعض في الشارع في النادي لما منحب نستمتع بنروح نلعب كورة مع بعض بنلعب خماسي والغاية دلوقتي الناس لما بتحب تستمتع الناس اللي بتحب الكورة بتروح تلعب مع بعض فما بالك بقى ان دي شغلك ده شغلك الحاجة اللي انت بتحبها وموجود في نادي كبير وليه جمهور كبير والمقابل المادي ويعتبر يعني مقابل جايج جدا مقارنة بأماكن تانية كتير وفيه شغلانات أصعب من كده بكتير بكتير ده غير الشهرة وحب الناس وكل حاجة يبقى انت في نعمة 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 كبيرة كل الناس تتمنى ناس كتيرة جدا بتتمنى نها بس للأسف ساعات البني آدم لما بقى فوسط النعمة ما بيبقاش حاسس بيها ساعات كده ما بيبقاش حاسس بيها بس بيحس بيها إمتى بقى لما تروح منه أخ شغل ده أنا كت في الزمالة مرة العيبي عني صديقي يعني لي كان عيموت ويمشي من الزمالك يعني كان عايز يمشي كانش مستريح وكان عايز يمشي وأنا كنت بلعب في الزمالك فقلت له لما تمشي من هنا هتعرف قيمة المكان ده وقد كان تللني في التليفون بعدها بسنة قال لهم يدو ياريتني اسمات كلامك ياريتني اسمات كلامك أنا عرفت قيمة الزمالك لما مشيت من هنا عرفت قيمة الزمالك لما مشيت من هنا فساعات تبقى اللعيبة أو البني آدم عايز حد يفوقه عايز حد يقوله الحقيقة ملايين يتمنوا يبقى مكانك فيدي المسئوليات اللي على اللعيبة أنا عارف الناس مبالح بتشاور على الإدارة وبتشاور على أخطاء كذا وكل الكلام ده كله ماشي لكن النهاردة أنا برضو ما بشلش مسئوليات من حد على حد كل واحد يتحمل مسئولياته كل واحد بيشتغل شغلانة يتحمل مسئولياته المدرب بيتحمل مسئولياته اللعيبة تتحمل مسئولياتها الإدارة تتحمل مسئولياتها والجمهور عليه مسئولياته وده الكلام ده ويقول لكم الإسبوع اللي فات لكن أنا النهاردة أنا شايف اللعيبة عليها دور كبير جدا إن هم يوقفوا فريق الزمالك على رجليه مرة تانية لأن الزمالك عنده لعيبة كويسة وفيه لعيبة كبار تبدأ من عند اللعيبة وأنا دايما بقول اللعيب وهو بيكسب وهو ماشي كويس أي حاجة بعد كده بتطلبها بتحصل بس مش العكس مش العكس مينفعش تبقى أنت الفرقة الوحيدة اللي اتغلبت على ملعبها في البطولة أفريقيا يا ابطالة دوري وفيه كونف درالية كارسة كارسة إن اللعيبة الجول داخل في الديها كاما جماعة حاجة وخمسين الجول داخل بتعشابات بلوزداد كان في الديها كام يعني كان ناقص تقريبا لسه خمسة وثلاثين أربعين دقيقة على مطش وما فيش أي ردة فعل اللعيبة بتلعب كده كأنها هم نتيجة هي هي كسبان الديها سبعة وخمسين يعني تتكلم في حوالي ناقص كمان سبعة وثلاثين تمانية وثلاثين دقيقة الجمهور لو حس إن انتوا بتعملوا اللي عليكم هيشجعكم وده حصل قبل كده كتير ودي عقلية جمهور الزمالك على فكرة إنما الجمهور يحس إن اللعيبة يعني عادي كده الدنيا الزمالك يتغلب على ملعبها جماعة عادي كده أنا لا يعني أنا بشجع الزمالك منه أنا عائل صغير وروحت وراء الزمالك مدرجات في مليون حتة عمري ما شفت المتظر اللي هو بتاع ماتش الشباب بلوزداد ده إن اللعيبة يعني طول عمري حتى لو الزمالك دخل فيه جون مهما كان بيلعب مين كأن القيامة قامت في الملعب كأن القيامة قامت لعيبة رجالة بتموت نفسها عايا كان بقى مين من الأجيال يعني عايا كان مين من الأجيال يعني أنا حضرت في المدرج الجيل العظيم بتاع أول التسعينات ده بتاع حسين السيد والشام ياكن وأشرف قسم ومتعة عبدالهادي ورد عبدالعال وإحمد رمزي وإسماعيل يوسف ومش عايزة أنسحه وآيمان منصور وإيمانويل وصبري وبعد كده طبعا طلع حازم وإسما نبيه ومتحت مش عايزة أنسحه حد حسين عبداللطيفة يا صام مرأي مصطفى نجم حضرت الجيل ده روح طلو المدرج اللعيبة دي كان لو الزمالك دخل فيه جون كأن القيامة قامت بالزبط العيبة بتموت نفسها في المنعب ولازم ما حصل لازم يحاول يرجع المطش والجمهور يحس بكده إنما كده الدنيا كده الزمالك كده يتغلب محترامك كبير طبعا فريق شباب بلوزداد فريق محترم ولكن الزمالك يتغلب كده على ملعابه كده واللعيبة عادي جدا كده لا لا وأنا هنا والله مش بقصوا على اللعيبة ده حق ربنا اللعيبة لازم تحمل مسؤولياتها ومرضو مش بشير للمسؤولين على حد تاني كل واحد يتحمل مسؤولياته لكن اللي في الملعب لا لازم اللعيبة تتحمل مسؤولياتها لازم الجمهور مش يفضل وراك على طول باستمرار لأنه ده مش موجود في الكرة أي فرقة كرة كبيرة من حق الجمهور أنه هو يغضب أي فرقة كرة يعني ما توقعش فرقة كبيرة من حق الجمهور واللعيب لازم يفهم كده أن أنت لازم تقدي ولازم تطلع من الملعب بالدم هي هدي كرة قصة الكرة أنت مش هتقوم منها الحلوة بس لا كرة فيها الحلوة فيها الصيد التاني بقى والوش التاني شوفوا بقى فتاني أنا شايف أن اللعيبة لازم أن هي تبزل مجود أكبر من كده ولازم تلعب بروح أكبر من كده والنتيجة بقى بتعطربنا النتيجة دي رزق أنا بقول عليها دايما رزق لكن لازم كل الأضلاع اللي موجودة في المنظومة لازم كلها تبقى عاملة شغلها 100-100 ولو طلعت مغلوب يبقى أنت اتغلبت كرة اتغلبت كرة خطأ كرة بس الناس كلها موتها نفسها كل الناس اللي في النادي من أول عمال قط اللبس للأجهزة طبعا كلها الطبية والإدارية والجهاز الفني والمدرب واللعيبة من أصغر واحد لأكبر واحد كله لازم يقوم بدوره اتغلبت اتغلبت كرة ما فيش مشكلة على الناس دي عشان الناس دي عشان الشباب دول على فكرة الناس دي بتدفع فلوس عشان تجيلك ممكن يكون آخر حاجة في جيبه وجاي يشجع الفريق اللي بيحبه عائلات وناس وستات وناس راح تشجع الزمالك اللي تربوا على تشجيعه لازم اللعيب يبقى فاهم الكلام ده كل التوفيق طبعا لكل الأندية لكن يعني الزمالك بيمر بمرحلة صعبة الجمهور دايما وقف في ظهر النادي لازم الجميع داخل النادي زمالك يتحمل مسؤولياته كل الناس عشان هو ده بداية العودة للطريق الصحيح حدش يستخبه في الوقت الصعب تاني أنا بقول الناس الكبار ببان الشخصيات القوية ببان نروح لقرارات اتحاد الكورة النهاردة اتحاد الكورة يعني كان عنده اجتماع خرج بقرارات في رأيي انها مهمة جدا قرارات احنا بالنادي بيها من زمان طبعا اتحاد الكورة بيعتمد تشكيل لجنة الانضباط ودي نقطة مهمة جدا نادينا بيها من زمان قرر مجلس ادارة الاتحاد قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكورة قدم في اجتماعه اه اه اعتماد تشكيل لجنة الانضباط والقيم والاخلاق بالاتحاد وتضم اللجنة يعني طبعا كلهم قامات كبيرة واسماء طبعا يعني كبيرة اه برئاسة المستشار عزة سيد عبدالعزيز خميس مساعد وزير العدلة السابق وتضم اللجنة التي يترقص على المستشار عزة خميس كلا من المستشار محمد شيرين فهمي عبدالحميد رئيس رئيس محكمة امن الدولة السابق نائبا للرئيس المستشار عصام الدين احمد محمد فريد رئيس محكمة استقناف القاهرة السابق وطبعا المستشار ايهاب السيد عبدالمطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقد السابق والمستشار عزة بوزيد عبدالعزيز سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق في عضوية اللجنة طيب انت النهاردة طبعا لجنة يعني حاجة قامت حاجة محترمة جدا يعني جدا بتمنا لهم التوفيق النهاردة لازم اول قرارات اللجنة عشان بقى تشتغل صح وانت جايب ناس عشان ينجحوا لازم تساعدهم لازم تساعدهم اول حاجة لازم يبقى فيه ليحة انضباط ليحة انضباط يتم ارسالها لجميع الاندية ولجميع المسؤولي الاندية يعني ايه انت النهاردة لازم تعمل ليحة الليحة دي ليحة ليحة عقوبات كل فعل وله عقوبة ولازم يتم ارسالها لجميع الاندية المدرب اللي هيعمل كذا عقوبته كذا المسؤول اللي هيقول هيقول كذا عقوبته كذا عقوبة بقى تساعدية عقوبة كذا لكن لازم يبقى الموضوع كلير ويبقى فيه عدالة على الجميع على كل الاندية عندها الصغارة زي الاندية الكبيرة عشان تبقى عندك عشان تفعل دور لجنة القيم والمبادئ ولجنة الانضباط انا طبعا يعني ايه صوتي راح بقى لي سنين عمال اقول لجنة الانضباط اللجنة بتاعت الاثكس بقى القيم والمبادئ لازم يتم تفعيلها وتم تفعيلها بشراسة عشان الناس كلها تبقى ماشية على خط كده ما تتروحش اي حتة تانية لان ده هو ده نظام سيستم نظام وقانون طبقه على الناس كلها فالنهاردة جميل جدا اللجنة تم تشكيلها وقاومات كبيرة والناس كلها محترمة ولازم بقى يتم تفعيلها بحقه حقيقي يتم تفعيلها بحقه حقيقي ده نمرة واحد نمرة اتنين يا جميع تاني ما فيش حاجة في قانون الكورة بتقول ان انت عشان توقف حد ان انت لازم ان انت تتحقق معا الاول يعني كل حاجة يقولك ايه انا هستدعى هستدعى فلان للتحقيق لا لما حد يكون فيه فاعل حاجة واضحة وبينة زي الشمس انت راجل يعمل انت راجل يعمل الانفستجيشن بتاعك يعمل انت التحقيق بتاعك تحقيق داخلي واطلع بقرار هو بقى ممكن يجي لك يتظلم يعمل بقى ابيل هو يجي لك يتظلم على القرار بتاعك وتوقع تسمعه او تسمع المحامي بتاعه او تسمع ممثلي ممثلي انما ايه حكاية قصة ان انت كلما تجي تاخد قرار ضد حدي تقول له لا انا بستدعيك للتحقيق مش كليز انت استدعى حدي للتحقيق يعني النهاردة مثلا خلينا نقول مثلا مثلا مدرب مثلا ضرب حكم او ضرب لعيب او لعيب ضرب لعيب او ايا كان او رئيس نادي او مدير كورا او رئيس شركة كورا او رئيس شركة كورا او كذا قال خلاص طلع من بقه وفي كل حاجة كل الناس سامعا ثم انت تقول له تعال انا بستدعيك للتحقيق لا طبع ايه اللي خليك تستدعيك للتحقيق ايه اللي خليك هو انت مثلا المدرب مثلا اللي انت بتوقفه مثلا او اللعيب اللي انت بتوقفه انت بتستدعيك للتحقيق لا انت بتنف بتطبق عليه القانون فالنهاردة لجنة الانضباط حاجة محترمة جدا لجنة القيم والمبادئ النهاردة عايز تفعلها بقى بحقه حقيقي لازم النهاردة من بكرة ابعت لايحة او 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 اعمل لايحة للعقوبات بتاعتك ويتم ارسالها بمخاطبات رسمية لكل الاندية لكل الاندية وبعد كده اي حد عشان كل الناس تبقى على علم وعلى نور من الاول فيش حد كبير في الكرة فيش كبير وصغير فيه عدل عايز تعمل بطولة صح لازم يبقى فيه عدالة وانا شايف ان الاتجاه ماشي في السكة دي لان خلاص الناس الناس زهد الناس عايز تفرج على كرة الناس زهد فكنا مستنين ايه كل ده لكن مش مشكلة خلاص طالما ان الخطوة بتتخذ صح احنا اول ناس سابورتف وااول ناس داعمين لكن عيب بقى قوي عيب بقى قوي يبقى لجنة الانضباط فيها الاسماء دي الاسماء القامات الكبيرة اللي انا قلت لحضراتكو دي والمناصب يعني انا نفسي خفت وانا بقى قول الاسماء والله قامات كبيرة يعني 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 اشخاص كلهم تولوا مناصب مهمة جدا ومناصب مهمة في الدولة وفي اماكن يعني اماكن مسهلة النهاردة عيب بقى يبقى الناس دي كلها موجودة والنهاردة بقى تدوا انتوا فرصة للناس كلها كله قاعد بقى يعمل اللي هو عايزه سلاح للبلطغة لا الجمهور بيدعم نديه وبيشجعه والجمهور اول حد لما لما هيلاقي ان حد عنده هو اللي غلطان هو اول واحد هيقول له انت غلطان الجمهور يعني حاجات والله والله يعني بشوف حاجات لو في اي مكان تاني لا يمكن انها تعدي كده لا يمكن انها تعدي كده لكن انا سعيد طبعا بلجنة الانضباط ولجنة القيام والمبادئ وده اللي كنا بالنادي به من بدر القرار التاني قرار التحاد الكورة ايو اتحاد الكورة يشكل لجنة الرصد الاعلامي تمت مجلس ادارة الاتحاد في مصر كورة القدم في اجتماعه اليوم الاحد الثاني عشر من شهر فبراير برئاسة جمال علام تشكيل لجنة الرصد الاعلامي ولا تستكون مكلفة لرصد جميع التجاوزات الصادرة من مختلف عناصر اللعبة عبر اسائل الاعلام المختلف كلام جميل برضو بس انا بقى كلام جميل بس انا برضو يعني ليه ليه ما ما اعلنتوش عن اسماء اللجنة دي يعني ليه ما تمش الاعلان عن ولا 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 تم الاعلان عن الاسماء جماعة طب انا كنت شايف من الطبيعي برضو ان زي ما فيه في لجنة الانضباط قامات كبيرة كنت في لجنة الرصد بتاعت رصد الاعلامي دي كنت جبت برضو اسماء كبيرة من السادة الاعلاميين واسدتنا الكبار الصحفيين او الاعلاميين وكتير موجودين وكلهم يتمنوا يخدموا الاتحاد المصري وحطوهم تبقى دي لجنة الرصد الاعلامي اللي هي بترفع تقارير للاتحاد الكورى ولجنة الانضباط لأي خروج عن النص لان دي اللي هتدي مصدقية انما انت النهاردة عملت حاجة اسماء لجنة الرصد الاعلامي ماشي انا تمام ليه الاسماء ما تمش الاعلان عنها ليه ليه ما تمش الاعلان عنها كان لازم انا في رأيي لازم يبقى فيه لجنة رصد الاعلامي تم تفعيلها فعلا والناس يكونوا اسادز خبراء في الاعلام ويتم الاعلان عن الاسماء ممكن يكون ده الاتجاه ممكن لسه ما تمش الاتفاق مع حده واتمنى ان يكون ده الاتجاه طبعا للقرار التالت تعيين كابتن سيد السوركي مدربا لحراس مرمى المنتخب الأولمبي بدلا من عصام الحضري اللي ساب المنتخب وراح سوريا يعني ساب المنتخب وراح سوريا وطبعا احنا انتقضنا كابتن عصام الحضري انتقضنا على التوقيت وعلى الفاعل وانتقضنا الموقف انتقضنا الموقف وعمرنا وعمرنا ما تطرقنا لأي حاجة شخصية عنده يعني احنا دايما لما بننتقد حاجة بننتقد فعل في الشغل فعل في الشغل ويعني اعتقد ان الكابتن عصام وهو قبل ما كان بياخد القرار انه هو يسيب المنتخب وانه اشتغل مع المنتخب السوري اكيد هو كان متوقع ان فيه ناس هننتقد الفعل ده يعني مش معقول انه كان هياخد قرار زي ده ومتخال الناس كلها هتسند ودعم يعني احنا ياما سندنا الكابتن عصام ودعمنا وقو الناس كنا بنطلب انه هو يشتغل وانه هو راجل تاريخ كبير انه هو راجل يبقى ليه تواجد جوا اتحاد الكورة وده حقه طالما انه هو بدأ دراسة وانه هو اشتغل الشغل انا ده حقه وقلنا اول ناس انما مش معقولة ابدا ان الرجل في النص كده قال الناس لا برا قبل ده مات الشهر الجاي التخب علمبي هلقابه زم للشهر الجاي عنده مات الشين وانه يمشي في التوقيت ده مش معقولة هو كابتان عصام كان متوقع ان الاعلام هيقول ايه هقول برافو كابتان عصام اكيد يعني الناس تقول رأيها لان برضو احنا يعني بنجي هنا بناخد فلوس في الشغل عشان نقول رأينا بصراحة والحمد لما بنخافش من حد يعني بنقول رأينا فحاجة صحة بنقولها حاجة غلط بنقولها وفي نفس الوقت لما ناس بتطلع في الاعلام بتقيمنا احنا او بتنتقدنا احنا برضو بنحترم الناس لان من حقهم ده شغلهم من حقهم انهم يقول رأيهم انما كمان يعني يعني كل انت عملت القصة دي كلها وكمان زعلان ان فيه ناس بتعلق على الموضوع طب ازاي ازاي طبيعي ان الناس لازمتوا يعني ده موضوع مش يعني اكيد كل الناس لازم هتتناولوا وبنقول برضو رأينا بايه باحترافية بالكلام في الشغل كلام في الشغل ده اتحاد الكرة يعني طلع بيقول انها مش هتتعاون عدم التعاون معك خلي بالكو يعني الواحد برضو بيعرف يتكلم في حاجات شخصية الواحد بيعرف بس عمره ما هيروح في السكة دي الا وقت اللزوم الا وقت اللزوم نطلع فاصل وبعد الفاصل هكلمكو على النادي الاهلي والبعثة وصلت بالسلامة رجعت من المغرب بعد الفاصل هتتكلم على الاهلي اهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتها الاهلي بعثة الاهلي وصلت مطار القاهرة طبعا قادمة من المغرب وبالمشاركة في كاس العالم للاندية وزيب حضراتكم عارفين ان الاهلي عندهم يومين اجازة كولور مديهم يومين اجازة بعد كده هيستعدوا انهم ان شاء الله مسافرين السودانة عندهم مطشو مهم جدا امام الهلال امام الهلال السوداني وعايز اكلمكو عن الاهلي الاهلي الشكل اللي ظهر به في كاس العالم للاندية تخلي جمهوره متطمن على الفريق في بطولة افريق سيبكو بقى من مش موضوع النتائج ولا لا فريق الاهلي فريق كويس جدا جدا وفيه لفل معين لما بتطلع فيه بتطلع بالليفل في الكرة ده اللي انت بقى بت ايه بتواجه صعوبات بتواجه صعوبات انما الاهلي بالشكل اللي هو لقى بيه في كاس العالم للاندية حتى معها الهزائم انا بقول لكم انهم ممكن يكونوا مرشح لاول بالفز ببطولة افريقيا ابتالة دوري فرقة كويسة والمشاكل اللي واجهت لعبت الاهلي قدام ريال مدريد وقدام فلمانجو مش هيواجهوها قدام كل فرق افريقيا لان ده الليفل مختلف بالذات ريال مدريد انت بتتكلم في الليفل تاني من الكرة يا جماعة ده ده الليفل الوحش عدد انا بقول لكم المعظم اللعيبة اللي موجودة مش في الاهلي بس الليفل ده هم مش متعودين يلعبوا فيه ولو لعبوا فيه عشرين تلاتين مرة برضو هيواجهو نفس الصعبات انا بقول ان الكرة ايه عام زي بلاي ستيشن فيه الناس كويسة قوي لما بتلعب على الليفل المتوسط لكن لما يجي خش في الليفل اللي هو ما عرفش بيقوله عليه مش عارف ايه ولا اكسترا ده خلاص انت دخلت في الليفل الوحش هتشوف بقى الفرق هتشوف الفوارق ده اللي حصل مع الاهلي بالذات قدام ريال مدريد وعلى فكرة انا تلاقيت قلت الكلام ده بعد المطش ما كنتش عايز اقلل من الاهلي ابدا بالعكس انا في المطشين الاولانيين انا قلت ان الاهلي شكله مشرف في الملعب وفرقة محترمة وكل الكلام ده كله لكن برضو انا دوري هنا ان انا اقول لكم الحقيقة سكريبت كانش بتوزع علي ولا بتوزع علي ولا هيعرفوا يوزعوه علي انا بقول اللي انا شايفه دي شغلتي ان انا راجل لما اجا قيم حاجة بقولها لكم بقولكم رأيي بصراحة العيبة الاهلي العيبة كويسة جدا وفرقة كويسة جدا ولكن فيه لفل معين انت النهاردة بقى بتخش فيه اللفل ده محتاج نوعية لعيبة مختلفة عمر ما الاهلي يعرف يجيبهم فاهماني انت شفتوا الفرق في الامكانيات وفي السرعة وفي اللعبة بتاعت ضغطه وكواليتي اللعيبة حاجات كلها بين اللعبة يعني بين يعني انا اسف ان انا اقولك بس بين يعني يعني بين لأي حد أي حد قيمة تسوقية بتاعت لعيبة ريال مدريد حوالي 800 مليون يورو الاهلي 29 فرق كبير جدا فرق كبير جدا فالنهاردة لما تيجي النهاردة اللعيب اللعيب النهاردة بيحاول انه هو يجاري الناس دي لكن امكانياته الحقيقية ما يقدرش يجاري الناس دي فالنهاردة لما بيجي النهاردة الاعلام يقول رأيه ويقول رأيه بصراحة ما ينفعش ان انا النهاردة اجدب عليك لان انا مريش اي مصلحة في اي حاجة اللي انا اقول رأيه بس فاش اجدب عليك ما ينفعش اطلع اقولك مثلا ان محمود متولي قدم اداء رائع امام ريال مدريد وكان نجم من نجوم المباراة انا انا راجل عطول اوانتغي كذاب ازاي اقولك كده مش قصدي هنا على محمود متولي بس انا على اي لعيب يعني او ما ينفعش اطلع بعض ماتش الريان مدريد وشيد بالشناوي لعب مباراة لا ما ينفعش عبقى راجل ضلالي على طول والموضوع ما فيوش تقليل من حاجة ولا بتعلق ده ده انت واقع بتحكيه واقع بتحكيه الاهلي فرقة جامدة جدا في مصر وفي افريقيا جدا وفرقة مشرفة تاني بقول ان هي فرقة مشرفة انما فيه لفل معين انت بتخشه الليفل ده مش سهل ان انت تجاري الناس دي مش سهل ان انت تجاري الناس دي هتواجه صعوبات وده ما يقللش من ان هو دي امكانيات الناس عادي طيب محمد شريف ضيع كرة سهلة اللي هي الكرة اللي كان ممكن تغير نتيجة المطش وتعرض يعني لهجوم وانتقادات والنهاردة محمد شريف منزل ستوري على انستجرام يعني وبينزل انه بيعتذر يعني انه بيعتذر لجمهور لجمهور الاهلي عن ضيع فرصة اهو دي الستوري اللي منزلها محمد شريف مهاجم الاهلي طبعا قدر الله مع اشياء فاعل بعتذر لكل جماهين النادي الاهلي عن الهدف المؤكد واللي كان ممكن يتسبب في تعزيز الفوز اشعر بكل مشجع زعلان وربنا واحد وعالم اللي انا فيه واعدكم بالافضل في الفترة القادمة في كافة البطولات انا انا كل الرصات حربة اللي شفتها في العالم لما بتضيع الكور بتعتذر في الملعب الملعب يعني عملي ما شفت مثلا مش عارف مين رؤول مثلا ضيع فرصة وكتب مثلا اعتذر في الملعب في المطش اللي بعديه يعني انا شايف ان محمد شريف افضل رد اعتبار لي ان انا موت نفسي ان انا الفرصة اللي جاية اللي اجيلي في الملعب واجيبها جون هو ده اللي اعتذر بتاع الفراودة او اللي اعتذر بتاع اي العيب بيغلط انما اعتذر على السوشال ميديا يعني مش انا شايفه مش افضل طريقة للرد افضل طريقة للرد عن اي حد بينتقد اي حد في الملعب بالشغل بالشغل انا ممكن الناس تطلع تقول ان انا مدرب وحش مش هطلع ارد عليهم اقولهم يا جماعة لا انا مدرب كويس انا قاسف والله لا احاول ان انا موت نفسي في شغلي علشان اثبت له ان هو غلط وعشان اثبت لنفسي ان انا كويس هو الرد بالشغل الرد بالشغل فيه جيل طالع من لعيب كرة القدم فاهمين ان 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 الرد اعتباره او الرد على المنتقدين بيكون من خلال السوشال ميديا ومن خلال صفحات المواقع التواصل الاجتماعي لا الرد في الملعب دايما طول عمر الكرة كده الرد في الملعب وفيه لعيبة عملت كده كتير برضو مش محمد شريف اول واحد بس لكن انا اعتقد ان لو كولر هيتكلم معاه هيتكلم معاه اقوله الافضل او كابتن سايد عبدالحفيز هيقوله لا الرد في الملعب يا محمد مش الرد على ستوري على انستجرام فمحمد العيد كويس جدا وعمل مطشاط كويسة جدا مع النادي الاهلي وما فيش مهاجم في الدول ما بداعش فرصة عادي ما حصل اكبر مهاجمين العالم بداع فرص وفرص اسهل من دي واحنا واحنا بنلعب داعنا فرص سهلة اسهل من دي ما فيش مشكلة محمد اشتغل مطش اللي جاي لما تجيلك حاجة ان شاء الله ربنا عوضك ايه دي ايه دي ايه دي الكورة انما الاعتزار على التسوشيال ميديا يعني كلام مش مش مظبوط الاعتزار الحقيقة دايما جوه الملعب وحلوة الكورة ان انت عندك كل يوم فرصة جديدة دايما في فرصة جديدة الاسبوع اللي جاي النهاردة غلط مطش اللي جاي تعوض النهاردة تغلط مطش الجاي ده تكسب النهاردة كنت سبب في ان الفرقة خصلت مطش جاي بقى سبب في ان الفرقة اكسب فرقتي ده الوقت اللي جمهور هي تبقى اسمك فيه انما الجمهور وعمره ما هي تبقى اسمك وانت بتكتب على السوشيال ميديا ان انت بتعتذر مفيش مفيش اي داعي اللي اعتزار على السوشيال ميديا اللي اعتزار في الملعب محمد شريف واحد من اللعيبة المميزين جدا ولعيب خطير فقا انت حركاته خطيرة ولعيب لسه جايب جنين في الزمالك يعني يعني مفيش اي مشكلة انت ايه يعني دعت كرة الاسبوع اللي جاي ان شاء الله تجي لك واحد تتخلص تكسب الفرقة هو ده الرد تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل هكون ضيفي واحد من اللعيبة المميزة جدا في الدولة المصري اللي قادر ان هو يزبط نفسه بشكل كبير جدا مع المقولين السنة دي بعد الفاصل هيكون ضيفي عبد الرحمن جدا اشتركوا في القناة وings dicen عitat اشتركوا اشتركوا وpool دفع اشتركوا وقن اشتركوا اش اشتركوا نسوتيت تبقى واحدين على بعض شوية واحدين على المتش شوية بدأوا يلعبوا بالطريقة المزبوطة علشان وبدأنا نمسك المتش قويس دي بس طبعا خلينا أقول لنا طبعا الفرقة التانية قوية جدا الفرقة التانية عندهم قدرات عالية جدا وعلشان كده هم أول الدوري في المغرب أمسكي أننا يساعدين على المغرب لكن أجد أن يبقى الأمر إلى أمسك يكانني أنتما أنت يساعدين على أمسك لأنني أسكي أننا في السابق و أنتبقى الأمسكي لنصرف أمسكي لدينا الأمسكي لنصرف أمسكي لكن أتبقى الأمسكي أنا طبعا مرران تلعيب على الخصم التعامل بيشوت الكونرس دائما على المكان الأول أو لحد النوطة تلعبتي تلعيب على الهدف كويس بس لعيب مع مالوش الكلام اللي حنا تلعيب على الهدف 100% وحنا على الملعب بس احنا تلعيب على الهدف تقول simulate تلعيب على الهدف كاطبار مرتبعو engagement بالكامل معكم تلعيب من تلعيبوا我很 متوسطة لمشفي بلمتهم لعيبوا اتركوا في الالتحالي اثنان جهبك تلعيب موسيقى التãyبه وطلب بعض الении التعب��요 وطلب ل vaseوية انية منشفي سواري اثنان ل عللمانة وطلب نهابار مؤacher لذلك الم ineaczث من التعبيد الرابط وقاب Choi Beauوه ر był متوسط فتا اغنى شدث التي كتبه نعم مرحو اكبر نفاذ طيب 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 لكن خلال نهاية المباراة كانت تحكم نوعية الفارق في المجاريات أكيد أن اللاعبين لديهم إمكانيات كبيرة وأيضاً لديهم تجربة لأنهم ناقشوا بقائق المباراة تمكننا تسجيل هدف التقدم هدف كان لديه وقت إيجابي لكن مباشرة بعدها فهدف المنابلس تمكن تسجيل هدف التقدم بتاليف الأمور التي لم تكن منها لكن كما قلت وكان أمر مكرر فالتجربة للاعبين المصريين مقارنة مع بعض اللاعبين خصوصاً للاعبين الشباب للجيش المالكي وأيضاً للاعبين وابدين فاللاعب الذي يخذوا المباراة الأفرقية الأول مرة بتاليف هو استكشاف هذه الأجوار وهذا النوع من التبارع المستوى الطالي موسيقى 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 والله مفرح لما أشوف العيب في الدورى بشوط وضيفي واحد من اللاعبة تتطوره بشكل جداً السنة بزيزة السنة مع كابتن شوقي غريب. ضيفي عبد الرحمن خالد. جبنة. أزاي جبنة. عمل إيه؟ الحمد لله. إيه موضوع الجبنة ده؟ أنا قلت قبل كده أن أنا منتاش عبية. الأسامي دي بقى يعني كثيرة يعني. أنت مكتكات ها؟ مكتكات طبعا. من مبابا يعني. أعجد عناس. حبيبنا في مبابا كثير. ومبابا طلعت لعبة كرة كثير يعني. من أشهر ناس تلوه من مبابا؟ أشهر ناس فيه هو حزم أهم الصغير. حزم أهم الصغير. وكابتن سيد عبد النعيم من مبابا. سيد عبد النعيم؟ كابتن تامر عادل من مبابا. تامر عادل؟ في المولين. ودلوقتي بقى إسلام عبد النعيم. أخوه كابتن سيده. نعيب كويس جدا طبعا. بس مبابا طلعت بقى ناس وحوشة. وإسلام حسن يوسف. وإسلام جمال. وإسلام كمال. حسن يوسف بتاع الزمالك. بتاع الزمالك الوسيرة. وإسلام كمال للجيش. كان لعب جامل برضو. وإبراهيم يوسف وإسماعيل يوسف. طبعا. كابتن إبراهيم يوسف الله أرحمه. وكابتن إسماعيل يعني أعتقد أنهم أصلهم من مبابا. من مبابا طبعا. كابتن سيد يوسف طبعا. بس يعني حاجة عظيمة جدا. وأعتقد أن طارق مصطفى من مبابا أو لا؟ حصل. طارق مصطفى. طبعا. يعني منطقة عظماء. منطقة شعبية دايما كده. عبد الرحمن. يعني. إيه اللي حصل السنة دي طور. يعني. مستواج بشكل كبير جدا. بالذات مع كابتن شاوئي. إيه هي. أهم حاجة كابتن شاوئي غريب. طورها فيك. هل الحرية جوا الملعب أديك حرية بشكل أكبر؟ هل طريقة اللعب مساعداتكم رايحات بشكل أكبر؟ والله كابتن هو أنا. بدأت الدوري. يعني أول ثلاث مطشط. ما ما كنتش في السكور أصلا. يعني أول ثلاث مطشط في الدوري. فكابتن كان بيقرسني يعني شوية كده. فبعد كده. ليه يعني. أنا ما كنتش عاير. بس أنا كنت. يعني كنت. ما كانش. كابتن يعني. ممكن كان فيه حاجة في دماغه. عايزي يوصلني المرحلة معينة. مثلا في التمرين أو كده. فلما شافني أنا. بدوس على نفسي. وبتاعه. وقالت له كابتن أنا. هو الكابتن دايما بيلعب بثلاثة. أربعة. أربعة. ثلاثة. فهو ما بيلعبش بثمانيتين. يعني أغلبية الوقت. ما بيلعبش بثمانيتين. وأنا أصلا مركزي تمانية. بلعب تمانية وتحت الفراو ده. بس انتو فيه وقت كتير. بتلعبه بثمانيتين. تمام. فيه متشاط بيلعب بها. بواحد في نصف الملعب. واثنين. وفيرودين. وأوقات بيلعب باثنين في نصف الملعب. وقدام ثلاثة. فأنا كنت قلت له كابتن. أنا عادي. أنا ممكن ألعب في اللعب. اللي هو مش رقم ستة. ممكن ألعب في اللعب اللي هو رقم ثماني. اللي هو بيزيد. ويلعب بوكس تبوكس. ويهاجم ويدافع. وأنا أعمل حتة دفاعياتي كويس. وهبقى كويس فيها. أنت اللي رحت قلت له. أنا رحت قلت له. عايز تلعب. طبعا. وبعدين أنا عندي 27 سنة. فأنا المفروض دلوقتي أبقى أمني. يعني أعز مستوياتي في الكورة. يعني المفروض أن ده أعزي في الكورة. في كل حاجة بدنيا وحتى فنيا. فبس الكابتن بصراحة كان متقبل ده يعني جدا. بس الكابتن زي ما حقاك قلت. وعنده حتة كده أنه يسيبك تلعب براحة. يعني يديني حرية في اللعبة. بصراحة. والزرع فيها حاجة تانية كابتن. اللي هي أن أنت. لا أنت لازم تخرج بالمتش ده. شايت كذا كورة. عجيب جول. عامل جول. فأنا الموضوع ده برضو الأول. كان بيبقى موجود. بس أنا برضو بصراحة. ما كنتش بقى مهتم بيه زي دلوقتي. يعني دلوقتي الحاجات دي. أنا حاس أنها فرقة معي كمان. إن خليها ناس تتكلم عليها كويس. وأن أن أنت مؤثر. بتعمل حاجة للفرقة. فأنا كابتن كان كل ماتش لازم حتى بعد أول ربع ساعة في الماتش. يروح مناديلي. يقول لي أنت فين؟ إيه؟ يعني ما فيش شوط على الجول. بيفوقني دايما. اللي هو لازم أطلع مؤثر. لازم أطلع عامل حاجة للفرقة. فدي اللي كانت مخلياني. السنة دي مهتمة. أن أنا أعجيب جوال. أصنع الجوال. كده يعني. على عبدالصراح الفرقة أكثر. أنت مؤثر يعني. أنت مؤثر يعني. صحيح. وكابتن شوقي على فكرة. يعني خالق حالة. أنا حاسس بيها في المأولين. يعني فيه. مش بكلم عن الحالة الفنية. بس كمان خالق حالة. حاسس أن فيه روح كويسة جدا. ما بين الجهاز وبعضه. جهاز مع بعضه. الجهاز واللعيبة. يعني أنا حاسس. قولي الأحساس اللي عندي. ده صحة. صحة جدا. هو. الكابتن حتى جب. يعني. جبنا كذا العيب السنة دي. والكابتن مشى كذا العيب من اللعيبة السنة اللي فاتت. بس يعني. هو السنة اللي فاتت برضو. كنا بنصرع الهبوط وكده. اللعيبة اللي كانت موجودة. بصراحة كانوا كلهم لعيبة كبار. ولعيبة كويسة. بس التوفيق ما كانش محالفنا يعني. اللعيبة اللي جات جديدة. كلهم لعيبة أغلبيتهم صغيرة. وعندهم طموح أن هم يعملوا حاجة. فبصراحة كلهم لعيبة محترمة جدا. نحن كلنا صحاب وقريبين من بعد. حتى الكابتن بيعمل يومين مع أسكر. فاليومين دول بنبعادين مع بعض. بنضحك ونهزر. حتى يعني كابتن فلا كابتن سعودي. انتو بتضحك وبتهزره. نحن عندنا ماتش بعد. يعني فهم من اللي هو ايه. ما فيش حاجة بيقول لك. انت فاكك ومش فاكك. لا لا فيعنا. احنا عادي بنهزر وندحك. وننزل ماتش. احنا عارفين احنا نعمل ايه في الماتش. بس احنا عندنا عقلية كده. اننا مثلا لو انا قابل الماتش بدحك. يبقى انا مش مركز في الماتش. معين لعبة اوروبا بتنزل. الماتش بترقص في قط اللبس. وبيغنم. وافريقيا. وافريقيا. ومزيكة. فهو الحالة دي بصراحة. هو كابتن عاملها. لعبة كلها رائبة من بعض. بتهزر. بتضحك. يعني حتى مع الجهاز. بس طبعا كل ده بشكل محترم. يعني ماكش تعدي طبعا على حاجة. يعني اغلبية الناس اللي عبت. اغلبية الناس كلها شركت مع الكابتن. يعني. فدي حاجة برضو. مخليها الناس كلها في السورة. ماكشبت عن الناس كلها قريبة. انها تلعب يعني. وانا بقول. ان مهم جدا. ان الناس تبقى قريبة من بعض. يا عبدالرحمن. وده واضح. في فرق كتيرة في الدوري. الفرق اللي ماشي كويس. ان الناس قريبة من بعض. اللعيبة قريبة من بعض. جهاز. انا افرائي. يعني. المدرسة. طبعا. في وقت. اللعيبة عارفة. ايه الشغل. لكن. لازم تبقى الأمور المبنية. على علاقات الإنسانية الكويسة. يعني. اللعيبة ما بينهم. ما بين بعض. وما بينهم. وهو ده اللي بنجح. وهو ده اللي بنجح. اي فرقة. اي فرقة. كورة. لو جالك. عرض من القندية الكبيرة في مصر. وانت. انا عارف ان انت عندك طموح كبير. كبير جدا. هل ده انت خطوة بتحلم بيها. نفسك ان انت تكون. يعني. طبعا. ما قولين نادي كبير. يعني. والنادي ليه تاريخ كبير. لكن. لو جالك فرصة ان انت تكون. بتشارك مثلا. الفطولات أفريقيا. أبطال الدوري. وفي نادي. من الأندية. اللي بتشارك دايما. باستمرار الفطولات أفريقيا. هل ده حاجة انت تحلم بيها. أكيد يا كبتن. من الواحد. ان هو صغير. يعني. بيبع عنده. حلم كده. او نادي معين. زمان هو صغير. يعني. ان هو يلعب في النادي ده. عمتا. أنا بالنسبة لي. طبعا. اللي عندها كبيرة. كان ارتبط اسمي. طبعا. بالنادي الأهلي. الفترة اللي فاتت دي. وحتى لو كان كلام يعني. هو حاجة كبيرة. يعني. ان اسمي. يكون ليه علاقة بالنادي الأهلي. يعني. كان فعلا. حتى تتواصل معك. لا. هو محدش تتواصل معي. بس. هو كان فيه كلام داخل النادي. ان انا كنت اختيار تاني. يعني. ما كنتش اختيار. ان انا كان فيه مروان عطية. اللي الأهلي جابه. بس. انا محبتش. يعني. انا حسيت. ان انا. لا. انا روح ان شاء الله. نادي كبير. وانا رقم واحد. يعني. الناس تكون عايزان يرقم واحد. هل فيه حد تتكلم معك. من الزمالك قريب. ولا لا. لا. ما حدش تتكلم معك. انا كان فيه كلام من الزمالك قبل كده. بس. ايام ما كابتن هاب كان موجود. وكابتن خالق جلال كان موجود. لكن انا الفترة دي. لا. ما حدش تتكلم معي. طبعا برضو. من الزمالك نادي كبير جدا. يعني. لا. ما انت خالي بقى انت مكتكاتي. يعني انت زمالكاتي. لا. انا جالي. يعني. في اخر اليوم في الكت كان نادي بيرامدز. كان فيه عرض في نادي بيرامدز رسمي. وزعلت بقى ان انت مراختش. زعلت شوية. وبعد كده قلت ده نصيبي. يعني ده حاجة بتاعت ربنا. اكيد ربنا شاي الخير. انا اهم حاجة دلوقتي بالنسبة لي. ان انا ألعب في متخب مصري. يعني ده طموحي. وانا بشتغل على ان انا لما جا روح محدش يقول ده. ده واغدين مش عارف مين من المقاولين. لا. انا عادة لعيب زي اي لعيب. هو اصلا لعيبة في مصر مفيش. فروقات بينها. وبيني. يعني لو قلعت تشيرت المقاولين. معاني نادي المقاولين نادي كبير جدا. ولبست تشيرت نادي القالية ونادي الزمالك. هبقى زي الناس اللي موجودة. واحسن منهم يعني. فبس انا بعمل ان انا. لما جا روح المنتخب يبقى رايح. الحمد للان يعني. 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 ان انا اثبت نفسك. او او اثبت نفسي. وان انا قادر امثل يعني. يعني. مش عايز اروح كمان. اللي هو ايه. عايز اروح البس. يعني. يعني. عايز اروح لعب يعني. صحيح. واللعيبة على فكرة. اللي عندها شخصية زيك كده. دي اللي بتنجح في الاهل والزمالك. اللي عندها كبيرة. مش رايح بس. ان انا بقى اسمي بلعب. لا. انا عايز بقى ليه دور. وده. وده مهم. ده مهم جدا. هل فعلا انت وصل معاك حد من جهاز المنتخب. لا. يعني. كان حاجات كده. يعني. يعني. انا كابتن. ايما. يعني. من قبل المنتخب. يعني. هو صديق. يعني. طبعا. وانا اوصل معاك. يعني. هو ما اقليش حاجة رسمية. يعني. بس هو. شد حيلك. والكلام ده يعني. بس. وانا دايما بخد. يعني. حتى رأيه في حاجات كتير. بعيدة عن. أصلا المنتخب. والكلام ده من قبل المنتخب. يعني. وكده. عبدالنازيل شخصية محترمة جدا. كل الناس بتحبها. واللعيب جاي متخلي به. طبعا. 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 احبه جدا. لا. تفرجت عليه في الفترة اللي جي فيها الزمالك. وبعي كرح المقصة بعين. لا لا. فتت المقصة دي ده أنا. هو. في الزمالك زمال. قبل كده. قبل ما يسافر. هو صغير كان العيب كويس قوي. طبعا. طبعا. كان دايما بيبس المرة عشر. وكان كابتن فريق. طول عمره عنده شخصية. ومحترم جدا. طبعا. ايمن عبدالعزيز. والجيل ده. يعني كان جيل جيل كابتن هلم طولان ده. اللي هو كابتن منتخب الأولمبي. ومنتخب الشباب قبلها. كان جيل كلهم لعيبة جمدة جدا. طبعا. عبد المنصف وعبد الواحد. وصديق وعبد الزاهر. وسيد عبدالحفيز وفاروق. وطرق السيد طبعا. وطرق السعيد وآمن عبدالعزيز. كابتن حازم مام كان. لا لا لا. سعيد عبدالعزيز. اللي باكلفت. تهليقة سعيد عبدالعزيز كمان. يعني كابتن فريقة. مش هاد نسى حد. بس كابتن فريقة جمدة جدا. جدا. سامي جمدة طبعا. قول لي. دلوقتي. انتو بتغيروا بطريقة اللعبة. زي ما انت قلت. بتلعبوا ساعات بالعيب ارتكاز واحد. واثنين تمانية. ورسين حربة. وساعات بتلعبوا بتلاتة اربعة تلاتة. اللي هي باتنين ارتكاز. ليه انت. في الاتنين تمانية دي. اللي هم تحت رسين حربة. انت بتلاقي نفسك أكثر. عشان ده بيقربك من الجوم. بشكل بشكل أكبر. بيدي حرية حرية أكبر. المكان ده دايما. يعني دايما الكابتن يقول لي. ما حتى ما تنزلش تستلم الكورة. انا وقاية الملعب. بيبقى. ما بقاش استلمت الكورة كتير. ما دخلتش في الموتش. يعني. يقول لي. لا ما تنزلش. ما تنزلش. لا تستلم الكورة. لا. لدينا حد هيبصي لك الكورة في المكان ده. انت مؤثر في الحتة دي من المكان ده للمكان ده. فانا عايزك هنا. يعني يكون بصحية أكتر. خد الكورة. هو بصراحة مديني الحرية. قال لي. يعني. انت بتعرف تعمل حاجة عملها. يعني. بتعرف ترقص رقص. وعمل دابل بوس. وشوت. شوت رجلك كويسة. كده الحاجات دي. فانا دايما ببقى في المكان ده مؤثر. يعني. ده أكتر حاجة يعني. من السنين كده تردد عن بقى في نادي بازل. كان عاملك أفر. كان. مش أفر. كان فترة معايشة. كنت أنا ومحمد فاروق. لعب في يوتشور دلوقتي. فاروق. الفترة دي. انا كنا ماشيين كويس قوي. انا الفترة دي جالي صليبي فيها. فانا ما. ما رحتش بس سنة. كنت أقرب ان انا روح. لان انا في السن كنت أصغر من فاروق. ساعتها بست سنين. فاروق راح سنين. لا لا. فاروق. ساعتها راح برامت. سنة. اللي بعديها راح برامت. يعني. بس. كان عايزين اني فترة معايشة. ما كانش. كانش. يشفوني. وكده. بس. دلوقتي هم تشجعوا. بعد مضوع صلاح والنيني. بالذات لما يكون حد جاي من المقولين. يعني. نجاح صلاح والنيني مع بازل. فتح الباب لناس كتير. يعني. أن هم. بازل متشجعين على اللايبة المصرية. هو بازل كمان. وكل الاندية في أوروبا جابتني. احنا برضو احنا. يعني بلد عندنا مواهب كتير جدا. الفكرة في الأجواء بس. هي اللي بتطلع مثلا. يعني. تحس ان. يعني. الناس بتقلل برضو من اللعيبة. وتقلل من الدوري. ومن اللقاء. انت عندك مواهب كتير. وعندك. وفر الأجواء لللعيبة دي. ككل حاجة. زي الناس اللي في أوروبا دي. يعني. كتصوير. كملاعب. ككل حاجة. هتتفرج على كرة كويسة. واتلاقي ناس بتاعف تلعب. واتلاقي. النادي الأهلي. يعني. في فرقات طبعا. بس. يعني. يعني. مختلف شوية. بس. لا. في لعيبة كويسة. وفي لعيبة. بقى. تكسبت بالجي كم ماتش ودي. قبل كأس العالم. وكنت عمل ماتش عالمي. عيلا. كان بقى ماتش ودي. كان الناس برضو. ما تلعبش. لكن برضو. كان باين انت شكلك كويس. وعندك لعيبة كويسة. وعندك. لسبب. انتو نفسكوا. كلعيبة. ان التصوير يبقى أحسن. والملاعب تبقى أحسن. ده. هيساعدكم. هيساعدنا جدا. في اللعب. الناس أصلا. بتحكم على اللعيبة برضو. ان هي ايه. ده ما بيعرفو. يعني. انت ممكن. تبقى رايح انت توجونه. تحط وش رجلك في الكورة. ترخبتها مثلا. في نقرة أو في طوبة. تجي. تلاقيها في السماء. فالجماهير بقى. ايه ده. مش داريانين بقى. مش فاهمين حاجة قوي. مش في الأجواء يعني. ايه الدولة. واللعيبة دي. انت بتعانوا من جودة البعض الملاعب. طبعا. طبعا. يعني. الحاجات دي. حاجات. حتى. حتى. كنت بتكلم مع فيتوريا. مدير الفني. المنتخب. الرجل برضو. من ضمن الحاجات اللي بيتكلم فيها. بيقول. لازم. يعني. ليه مصر بتصرف كل الملايين دي. ومثلا. فيها اندية كبيرة جدا. ملعب التدريب بتاعتها. مش مؤهلة. انها تصنع العيب حتى. أو تطلع العيب صغير. حتى العيب طلع من تحت. ففيه فعلا. حاجات. لو اهتمنا بها. بشكل أكبر. انها في رأي النقل التلفزيوني. ده مهم جدا. طبعا. لان ده. ده. يعني. حتى شجع العيب. انها. عايز تفرج على نفسها. عايز أقول لحاجاتك حاجة. لما بيجي مثلا. مطش للأهلي. أو الزمالك. أو كده. بنابعثون بقى. اتش دي بقى. وفورك. ونطلع. يعني. كارتون. في عادات. اه. اه. مثلا. اجي رقص واحد. وترقصة حلوة قوي. ولا الرجل بيعيدها. ولا جاي بالبطيق. ولا فاهم. وانت بتلعب الأهلي. والزمالك. طبعا. كل حاجة بينا. كل حاجة بينا. وجاي وبتاع. شايفين يا جماعة. اللعيبة. موضوع النقل التلفزيوني. ده مهم جدا. لان حتى اللعيبة نفسها بتتشجع. لما تلاقي التصوير كويس. والإعادات. والزوايا. ما فيش كعيب. ما بيحبش تفرج على نفسه. وهو بيعمل حاجة. حاجة كويسة. حاجات بسيطة. ممكن تكون انتو. يعني. يعني. فاكرينها انها عادية. لكن زي ما انتو شايفين. اقول العيبة. ممكن انها تتشجع. مجرد بس. من المطش. التصوير. والنقل بتاع. والنقل بتاع. ايه الهدف. بتاع المقاولين الواقعي. بيخليكم انتو. في ازهانكو. كالعيبة. ان لا. احنا عندنا فرصة كويسة. ان احنا ممكن. نبقى في مربع الزهبي. والله يا كابتن. واحنا. الكابتن شوقي. بعد السنة اللي فاتت. يعني. بقى سنتين. كنا بنصارع الهبوط. فلا. احنا من اول سيزون. واحنا. بصراحة. ما كناش متوقعين. ان احنا نبقى في المكان ده. تمام. بس احنا كنا. يعني. بنبذل. كسارة جهدنا. يعني. كجهاز فني. وكادارة. وكده. ان احنا. لا. الماولين. ما بقىش. في المكان ده. فلما بدنا. الفرقة واحدة. المكسب. يعني. بيجيب مكسب. وكده. بقىنا في المكان. اللي. في دلوقتي. وده. يخلينا. لا. ما ينفعش. يعني. ما ينفعش. ما ينفعش. احنا. احنا. بص. احنا. فارق. بيننا. وبين برامدز الثاني. ثلاثة. فالدنيا كلها قريبة جدا. يعني. طبعا. ما كان يعني. ما قولين. عامل. موسم هايل. والحقيقة. في راجل برضو. عندكم جميل جدا. بحبه جدا. السادس محمد عادل. محمد عادل. راجل شخصية جميلة. بصراحة. حد محترم جدا. بصراحة. من ايقونات. ايقونات. للمقاولين العرب. دوره الإنساني معكم. دائما. دائما. في دائما. حتى في موضوع الفلوس ده. أصلي. فيها وقت برضو. الأندية كلها. بتتأثر بموضوع الفلوس ده. بصراحة. طبعا. فلا. على قد ما بيقدر. لما بيدخل النادي فلوس. أو الكلام ده. بيطلع لنا فلوس. ودائما معنا بقى معنويا. وكده. اننا. انتوا العيبة كويسة. والعيبة كلها شبه بعض. يعني. لازم تعملوا حاجة. لازم. فدايما بيشجعنا بصراحة. ده المتش اللي فات. ده المتش اللي فات. اه. المتش اللي فات. كسبنا 3-0. مم. مم. ومتش شعر يعني. برد ديوما. لدينا حلنات كبيرة طبعا. 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 مم. مم. ده كانت الثانية 11-40. ده من أسرح هادف الدوري ده. نعم. نقول حل. نعم. 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 طابعا هتمكمل في التمنتشر وخعاج عليه تجرءة وظهر. الحمض لله. يتحدثم reflexando عن having the name of a man. اه. ويعني ايه؟ اجيب الكافة شوية. لماذا؟ لماذا. لي chorus. يعني هم منتركزون بط護الة تجربة كويسة. او لا. على قد من انا ده يرون. طبعا. طبعا ده يسمي الشهرة من الشهرة. انا. بالفكرة الناس أن من كانوا موظوظون. طبعا. ايه ده مين دول ومين اللعيبة اللي انتو اجب واصل جماعة تفرجوا على بجد بجد موضوع ده مضايقك بجد يعني هو يعني انا اسم عبد الرحمن خالد عادي كنت روحت الزمالك والاهلي مثلا من ثلاث سنين دايما بأزر انا حاسس كده يعني مش عادي ده اسم جبنا ده اول شهرك اكيد 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 يعني انا خلاص اقول لك جبنا ولا بقول لك شيء لا لا اقول اكيد ما خلاص ماليسه بجد انت مختار انا ممكن الاهلي او الزمالك مفكروش فيك اشان اسمك لا لا مش موضوع كده يعني بحس ان الحاجات دي برضو بتأثر شوية يعني فقليه بطول عمر الاهلي وزمال بيجيبوا العيبة وعندهم العيبة اوه يعني شطة ومش عارفوا ايه يعني هو افشا مسلا افشا صح 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 وكان في كشري صح وكان مونة وامد نخلة كتير اه ده بالعكس ده حاجة مهزك ده بالعكس ما انت هتروح الاهلي اززمالك اشانجبنا دي ايه يا كاته ان شاء الله بس انا عارف ان انت زمالكاو انا انا مقولين يا كافتي انا مقولين عبدالرحمن يعني لو انت بتقدر تقولي ان انا مسل الاعلى فلان يعني انت بتلعب يعني مثلا العيب نمرة 8 كنت وانت صغير متفرج عليه لعيب نص ملعب حازم مام الكبير حازم مام اه طبعا وكافتن حسام غالي برضا وحسام غالي او يعني الاتنين دول بصراحة بس انا كافتن حازم مام ده يعني انت جبت اتنين اصحابي يعني انا بعشاءه يعني ده كان بيرقص يعني يعني مش عارف بيرقص اي حاجة في العالم حازم وكافتن طبعا حسام غالي طبعا يعني يعني لعيب جامد جدا الاتنين دول جامدين جدا في الكورة يعني صراحة في المكان اللي انا على البال بصار 14 عشان هم هما الاتنين اصر ودلوقتي ما بقاش فيه النوعية اللعيبة دي صح؟ طبعا ليه فرائك ليه يعني علشان برضو انا كنت اتكلمت وقلت ان فيه مواهب مصر كتير بس مش يعني فيه ناس كتير برضو يعني مظهر اهو حازم هم دلعين اهو طبعا دي بطولة 96 دي دي اول بطولة يعني حازم تقلق فيها وعلى فاكرة بعد البطولة دي جاله عرضه بمانشستر اونايتد انه هو يروح دي بطولة دي يعني يعني انا فكارة كويس جدا كان هو الكاس وعلي مهر دي بطولة روت كرول 96 عب سطار طبعا انت ما عندكش اللقاط دي بس هازد هازع المنا بس لازم تجيبه حاجة لحسام برضو وعلى سام ما يزعج طبعا عرف مين ده مارك فش ده مارك فش كان بلعب فيه فيه لعيبة كده ممتعة اوه كابتن في القو يعني تحس ان الكرة سهلة اوه معهم فكابتن حازم وكابتن حسام وغالي تحس ان هم يعني ايه فنانين كده يلعبوا الكرة عادية هم الاتنين كانوا لعيبة كبار حازم وحسام والاتنين يعني كانوا حاجة عظيمة جدا تعال لعب معك لعبة بقى. مش. فين البتاعت اللعبة؟ فين؟ اه. قول لي بقى ايه؟ صح ولا لا؟ قدمت طالباً رسمياً اللي قدرت المقولين العرب من أجل السماح بانتقالي إلى بيرامدز. اه. حصل. طب انتوا يا جماعة انتوا تحطين البتاعت لي ما تسوق. طيب يلا. طلبت فعلاً قلت له ما أنا. اه. طبعاً. طلبت جداً يعني. فلوس كنت كويسة. فرصة حلوة جداً. طبعاً نادي بيرامدز. نادي عاملين شغل كويس جداً. ترور فيك تلقيت عرض رسمياً انتقال إلى فريق شتوتجرت الألماني. مش رسمياً. بس حصل يعني. كان فيه كلام جامد يعني. بس هم كانوا في الدرجة الثانية الفترة دي. يعني هم الفترة دي من من أربع خمس سنين كده كانوا في الدرجة الثانية يعني. قل لي مين. تتعرف مين اللعيم الماصري اللي لها في شتوتجرت. قديم. كابتن. مش راكر يا عبد الزهري. أحد من حاجة يعني. فناني رمزي. لا. أحمد صلاح حسني. وأعتقد أن مرموش راح أعارى شتوتجرت. ولا لا. مش عارف. صحيح؟ من الفرقة بتاعه. من فولوشبورج راح شتوتجرت. اللي بعده بقى. أنا أفضل من محمد صلاح لو احترفت مبكرا في بازل كنت ستجاوز مع حقاكم. ما فيش حاجة يسمع كده يا كابتن. يعني. أنت قلت كده لا ما قلتش. لا لا عمري ما قلت كده طبعا. طبعا. فاك. اللي بعده. تركت كرة القدم تماما بعد استغناء نادي أمبي عن خدماتي في مرحلة الناشئين. لا أنا كنت شبهي. مش هالحاقات أيد في نادي. فروحت البنك. وأنا 18 سنة كده. مشيت من الفريل أو مشيت من كان آخر سنة ليه في الناشئين. ومشيت. كان آخر سنة ليه؟ أحنا كان آخر سنة ليه في الخمسة وتسعين إنهما. فرق تسراحت. الفرق. أو خلاص. كان ما كانش ليهنا ناشئين تاني. كان عندي 18 وشوية كده. فعلى آخر مثلا أسبوع كده. روحت البنك الآلي في الدرجة التانية. كانوا لسه صعدين. ولعبت معهم مش أربع شهور ولا خمس شهور. وروحت في يناير في السنة دين مقاولين يعني. يعني. يعني ده خبر صحيح ده يعني. ليه اللي جايب. مقاولون أفضل كثيرة من الأهل في الموسم الحالي. لكن غيابة توفيق جعلنا في مركز الرابع. لا طبعا يعني. ما قولتش كده. لا ما قولتش كده طبعا. مقاولين يعني عمل موسم هايل تحت قيادة كابتن شوقي غريب. وجده. وجده العالمي. وجده العالمي. جده العالمي. كابتن شوقي غريب له بصمة في تحسن أدائي خلال الموسم الحالي. أكيد. أكيد ده والدي يعني. عبد الرحمن نورطني. حبيبة كابتن أنا شرف لأن كنت مع حضرتك يعني. لا ده أنا والله متشرف بك. وأنا عايز أشوفك. يعني إن شاء الله في أحسن مكان. لأن أنا مبسوط منك جدا. من ناحية الكرة بس. من ناحية الإنسانية كمان. أنت جدع. ومخلي بالك بالناس كلها اللي حواليك. والدي كمان تعب معاه جدا يعني. وأهلي كلهم يعني. فلازم. لازم تتكلم علينا. لا لا. ده أنا. كل التحية طبعا للوالد والوالدة. كل التحية لي. كان لعب أجمد مني بقى. فبس ما كانش ليه نصيبي يعني. والله. لعب في حتة يعني. لعب في ترسانة لفترة معينة. وما كانش فيه نصيبي يعني. إن هو يكمل يعني. بس كان حتة لعب. كان بلعب. كان بلعب. كان بلعب ونجي ليفت ونجي رايت. بس هو على فكرة دلوقتي بيشوف نفسه فيك أكيد. طبعا. طبعا. قل للوالد. ما عليش أنا برضو دي نقطة مهمة. ما الوالد كان بيتعم معك إزاي في الناشئين. هو اللي شاف أن أنا موهوب أو لا. فكان بيعلمني الكرة بقى. كان بيعلمني أعمل فنتات إزاي. وأنا عندي ثلاث سنين. والله فعلا بجد. يعني أول ما بتديت أعرف أمشي على رجلي أصلا. كان يقف. يعني يقف في ظهري. ويقول لي يا كرة جايلك. أعمل فنت كده. ورقص كده. والله. وفعلا. تعلمت. طبعا. كل التحية للوالد والوالدة والعيلة كلها. ويعني أنت رجل متربي كويس. حبيبك. وربنا إن شاء الله يوفقك عبد الرحمن. حبيبك. وأنا شرف لأن كنت مع حضرتك وكل أستاذ المشاهدين. جود لك. حبيبك. دي كانت حلقة النهاردة مع نجم المقولين العرب. عبد الرحمن خالد. مش هنقول له جبنا تاني خلاص ما فيش جبنا. وبتمنى له التوفيق شرفتنا عبد الرحمن. تسبوع على خير. تسبوع على الخير. اشتركوا في القناة. المترجم للقناة المترجم للقناة